مستحيل التلفزيون في نظر من يعرف حقيقة التلفزيون تقريبا هو الحياة كلها كيف الحياة كلها عمر غير مبالغة طب أضف إلى الجهاز المركب بطريقة التي وصفها الطفل أضف إليه عنصر ماذا عنصر التركيبية أنه مركب على نحو محدد ليس ليس مجرد تجميع على نحو محدد يحكي غاية محددة غير كافي أضف إليه الكهرباء غير كافي أضف إليه البث المنتشر العائم في الفضاء ولا نقول أثير لا يوجد شيء أثير فيزيائيا أضف إليه غير كافي لماذا؟ طريقة الاستقبال والتفاعل غير كافي هذا البث من أين يأتي ليس من العدم ليس كذلك يأتي من استوديوهات معينة من محطات بث معينة غير كافي هذا البث يحكي ماذا؟ يحكي هذا المسلسل الذي شارك ثلاثمائة ممثل وممثلة في إنجازه عبر تسع سنوات في أربعة مواسم مثلا أو خمسة مواسم هذا المسلسل يحكي طبعا عمل المنتجين والمخرجين وكل الذين شاركوا فيه وهم أيضا بالمئات يحكي الملايين التي تفعت فيه يحكي السيناريو أو الرواية التي كتبت سيناريو وربما توارد على كتابتها ربما عشرة أو أكثر أو أقل أو حتى واحد وهذه الرواية من أين أخذها الراوي أخذها من ملحمة الحياة من آمالنا وآلامنا وأحزائنا من آمالنا المخذولة من إحباطاتنا من فرحاتنا من الأوقات الطيبة والأوقات الرديئة في حياتنا من حياتنا في نهاية المضافة التلفزيول كيف تفهمه وتعرف ما الذي يحصل وكيف لذك أن تتابع فيه فيلما أو مسلسل هو الحياة نفسها الإنسان أكثر تعقيدا من هذا الإنسان نفسه أكثر تعقيدا من هذا لسنا مجرد حيوانات نحن حيوانات كما قلت لكم وزيادة ولم نخلق هنا ولم نخلق هنا لكي نستعيض بالأرض عن الفردوس لكي تكون الأرض وهذه النشأة هذا جواب القصير عن السؤال بديلا عن الفردوس الأرض هنا وحياتنا ونشأتنا هنا طريق الفردوس ويمكن أن تكون أيضا طريق الجحيم وهذا يتناسب مع طبيعتنا التركيبية لمن تدل إلى الأفق الشيطاني طريق الجحيم ولمن تسامى عن المهاد الحيواني التأسيسي النصر الأولى مننا الطينية حيوانات نحن مثل كل الحياة التي أنشئت من الطين عليها كذلك ونحن من الطين حيوانات لكن بعد ذلك نتسامى بفضل هذه النفخة إلى الأفق الملائكي إلى الصفيح العلوي وتصبح هذه النشأة طريقا إلى الفردوس العلوى إلى رضوان الله وقربانه وجواره لا إله اللهم اجعلنا كذلك واجعلنا منهم شيء عجيب وجميل هذه الملحمة هذه الملحمة الحقيقية هذه أعظم الملاحم أعظم الملاحم ترجمة نانسي قنقر